افتح بتاعي يا حبيبتي صباح الخير يا نور صباح الخير يا مع السنة دي بقى غالية بنت الحاجة عواطف الله يالحم تسديله شانتتك عشان يفتشها وياخد البوك فيها ويحطه في الأمانات عليتي أمانتك؟ آه يا حبيبتي عداه أمانتك؟ يعني فلوسك؟ يعني فلوسك آه عدتك كم؟ في عشرين جنيه معكي فلوس تانية؟ لا لأنه هنا ممنوع إن إحنا نحط في جبنا مليم واحد وإحنا في الشوق ده بقى الدفتر ده بنمدي فيه عشان يعرفوا إحنا جينا الساعة كان بالزبط عمدي يعني؟ آه عمدي عمدي يلا بقى يا غالية يا حبيبتي تعالي عشان تغيري هدومك الأول تسنلي واحدة حج أحسان خيه مطاطك انت غالية على المصطفى؟ تعالي معي على المقبول ايه خير يا حسن فيه ايه؟ لا 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 مفيش حاجة ده المقبول كان عادي يشوف يسلم عليها يجازيك يا حسن كده برضو توقع قلبها من أول يوم وانقدر برضو طيب ضمنطقة سجون قطر بحلها نوري الله يخليك ما تخفيش يا حبيبتي لا بقولك ايه؟ اجمال المال اللي تشتغل الشغانة ده لازم يكون قلبها جامل المال هتعمل ايه جوا في العنابل بلغ المأمور قوله غالية بنت الحجة عواطر مستنياة ما تخفيش ما تخفيش بقى معقولة برضو فيه سجانة صفيفة كده يا خويا بكرا تقعد عالكرسي وتربرب زينا كده اتفضل خص يا حلق صباح الخير يا سعيد باشر صباح النور صباح الخير يا ايمان باشر صباح الخير يا حسان انت بقى غالية بنت الحاجة عاطفة اللي يرحمها ايه ايه البقى في حياتك في حياتك البقى البقى لله ايمان باشر مع الدو رئيس المباحث حاجة عاطفة وضيتك اللي يرحمها كانت مثال الانضباط في العمل ارجو انك تكوني زيها بالظبط ايه مش مبسوطة ليه عبدا بس بصراحة عمري ما تخيلت ان اممكن اشتغل سجانة لا يا غالية ايوة تقولي كده اي واحدة في سنك المفروض تكون بتحسدك على شغلك في الحكومة يعني مرتب ثابت وتأمينات ومعاش وحوافز ده غير السكن وبعد نسدقين يا بنتي ووظيفة السجانة زيها زي اي وظيفة في الدولة وبعدين انت بشغلة معانا هنا بتسامي في تقويم ناس انحرفوا عن مصارهم وبيترجعيهم للمصار الصحيح ودي مؤامة مش سهلة عندك مثلا نوال من عنبر جرائي من نفس قتل يعني لا ما تترعبش كده انت لسه هشوفي حالات من دي كتير على فكرة نواق تعتبر من افضل السجينات عندنا من حيث سلوكها واخلاقها وده اللي يهمني اول حاجة لازم تتعلميها هنا يا غالية انك تعامل السجينة على اساس سلوكها واخلاقها جوه السجن مش بناء على الجريمة اللي ارتكبتها قبل ما تدخل السجن لا احنا مش دورنا هنا يا بنتي اننا نحاكم حد لا احنا بننفذ الحكمه بس ست احسان افندي عايزك تاخدي غالية واتلففيها على كل عنابر السجن وتفاهميها كل صغيرة وكبيرة عايزة تبقى تحت عينيك لمدة ست شهور لغاية لما تثبت مفهوم؟ تمام يا فندا وانت بقى يا غالية تقدارك تتفضال عشان تستلمي شغلك يا حرسة غالية بعد اذنك تفضالك تعال يا غالية السلام عليكم تعال يا غالية تعال يا حبيبتي بصي بقى انت تخش القوضة دي تغير هدومك وبعدين بعد كده تيجي هنا عشان تحطي حكتك في الدولاب ده ما تشاهلي بقى يا غالية اهتا تعالي هنا وريني جمالي فيه سجانة حلوة قوي كده يلا يلا بينا تعالي احنا كل يوم بقى بنيجي هنا الصبح نستلم مفاتيح العنابر ونسلمها عالتمام اخر النهار شكرا يلا حبيبتي ايه مالي؟ موهومة ليه؟ ده انت حتتبستي معانا هنا قوي دي قط الزيارة بس الزيارة بقى بتبتدي من تسعة لتسعة ونص سقريبا ودي قط الوارد السجينة اول ما بتيجي بتخش فيها عشان تستلم الشل بتاعها اللي هو هدوم السجن وبتغير فين؟ تغير بقى في اي قوضة موجودة هنا وبتعتبر كمان قط الجلسات لان السجينة بتستنى هنا الجلسة بتاعتها تعالي صواح الكير صواح خير يا حج أحسان جي غالي يا بنت الحج عواطف الله يرحمها الحج عواطف كان خيرها علينا كلنا شد حالك شد عمالك موك نفتشك؟ اه اه ميش تمام ممكن مفتشك بقى؟ اه طبعا صواح الخير يا حج أحسان صواح الخير انا قفلتلك الدفاطر والأسماء ها؟ طبعا ميش اكيد دي غالية بنت الحج عواطف الله يرحمها صحيح ها هي ازاي؟ البقاء لله بقاء الله ربنا يجعلها اخي الأحزان يا حبيبتي انا يسرية الأخصائية الاجتماعية اللي هنا لو احتاجتي اي خدمة انا تحت امر اعتبريني اختك ولو عاية تعرفي اي معلومة عن اي مسجونة انا برضى تحت امرك كتر خير نورتين يا حبيبتي بقاء الله يا غالي بقاء الله يا غالي اخي الأحزان ان شاء الله بقاء الله بقاء الله